طيب مصر بص بقى وحدة وحدة وانظر هنا بقى للوجه البراق اللي حضرتك مش عاوز تبص عليه في بعض الاحوال من كم سنة رئيس جمهورية مصر العربية فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرار استراتيجي عظيم ايه هو قال اولا احنا هنوسع المساحات المزروعة بالامح اتنين احنا هنعمل صوامع لتخزين القمح والحبوب القرارين دول اصبحوا قيد التطبيق من كذا سنة وبالفعل اصبح في عندنا مساحات اوسع مزروعة بالامح وايضا اصبح في عندنا صوامع متطورة على احدث النظم العالمية لتخزين هذا المحصول الاستراتيجي في الوقت ده كان في بعض الدول وطبيعة الحال تنظيم الاخوان المسلمين بيسخروا من مسألة هو انتوا بتزرعوا امح علشان يحصل ايه لا 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 انتوا بتتحكوا علينا انتوا ما بتزرعوش امح طب ده احنا بنزرع وعندنا صوامع لا 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 انتوا ما بتعملوش صوامع لما تيجي تبص على الوضع الحالي هتفهم كويس جدا نظرة بعيدة المدى انا مش بقولك انه الرئيس المصري كان يعلم بانه كان هيحصل حاجة ما بين موسكو وابين كيف لا اطلاق لكن الرئيس المصري كان باصص على مصلحة المواطن المصري يجب لينا ان احنا نصل ولو بقدر ما الى شيء من الاكتفاء الذاتي فإن لم يكن اكتفاءا ذاتيا فيبقى في عندنا على الاقل بنقلل واردتنا من الامحة قدر الامكان لان ده معنا ان احنا بنقلل اعتمديتنا على استيراد سلعة استراتيجية هي الاهم بالنسبة لنا العيش ده احنا حتى في ادبياتنا اليومية نقول على الشغل ايه لقمة العيش حلو الكلام وبالتالي هتجد ان مصر بتقول لدينا مخزون من الامح يكفينا حتى نهاية العام وحضرتك اكيد فاهم او على الاقل متوقع او على الاقل جدا تظن انه هذه الحرب او هذه العمليات العسكرية لن تستمر حتى نهاية العام سوف يجد لها العالم حلا بالطول او بالعرض وانه بقية السلعة الاستراتيجية زائد الاحتياطي بتاعنا يكفينا ده بغير الامح يكفينا على الاقل اربع شهور وانه كل حاجة ماشية تمام السؤال هو فهمت ليه مصر كانت قاعدة بتزرع ملايين الافدنة سواء اذا كان في الفرافرة او بتشتغل على مشروع الدلتة الجديدة والضبعة او الزراعة اللي بتحصل في سينة او مشروع تشكة او صوامع الامح الكتير اللي اتفتحت في مشارق البلاد ومغاربها وشمالها وجنوبها مش تحسبا لهذا اليوم لكن تحسبا لأي شيء في النهاية مصر امنة مية في المية مصر امنة كدولة بجيشها وامنة ايضا كدولة بعقلية استراتيجية تقود هذه البلاد عقلية فهمة انه العالم دائما ليس بمأمن من اي شيء وارد انه دايما الامور تتطور تتطور للأسوأ لقدر الله وارد فان تطورت للأفضل فيبقى زي ما بنقول كده ميت فل واربعتاشر